البداية مع صحيفة دعوت أحرانوت الإسرائيلية إذ نشرت ما سمته وثيقة الدماء التي تسببت في مقتل ستة من المحتجزين في غزة ونقلا عن مسؤول أمني كبير قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تنصل من خطة لإبرام صفقة بعدما وافقت حركة حماس على معظم ما جاء فيها وبحسب دعوت أحرانوت قدمت حكومة نتنياهو وثيقة للوسطاء في السابع والعشرين من يوليو الماضي كان عنوانها وثيقة توضيحية حيث أرسلها نتنياهو بهدف إفشال المفاوضات بعدما شكلت موافقة حماس على مقترح قدم إليها مفاجأة للحكومة الإسرائيلية وعندما رأى نتنياهو أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة قررت تراجع وأرسل رئيس الموساد دابيد برنياعة بشروط جديدة لإفشال المفاوضات نشرت الصحيفة معاريف الإسرائيلية خريطة للإضراب العام في إسرائيل شملت مراكز التسوق والبنوك والمطارات والمكاتب الحكومية والمدارس والجامعات ووسائل النقل للضغط من أجل إقرار صفقة لإنقاذ المحتجزين المتبقين قالت الصحيفة أن نقابة الأطباء وافقت على الانضمام للإضراب كما ستعمل المدارس الابتدائية والإعدادية بشكل جزئي وعلن منتدى الأعمال الذي يضم حوالي 200 من أكبر الشركات في إسرائيل الإضراب العام أما صحيفة هارتس الإسرائيلية فقد نشرت مقالا للرأي دعا إلى ضرورة أن يتحول مقتل المحتجزين الستة إلى لحظة للحساب لنتنياهو وأنصاره وأيد المقال مظاهر الحرك في البلاد والإضراب العام مشيرا إلى أن الداخل الإسرائيلي هو من سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كان أحد الأحلك الفصول في التاريخي سينتهي الآن أو ما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالإنجرافي إلى الهاوية على يد نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف من جانبها قدم صحيفة جيرولزيم البوست الإسرائيلية اعتذارا لأسر المحتجزين منتقدة الحكومة الإسرائيلية لتأخرها وتقاعسها عن إتمام صفقة تنقذ أبنائها وقالت الصحيفة أن مقتل المحتجزين الستة دفع الرأي العام الإسرائيلي إلى القول كفى لنتنياهو وتحت عنوان اقبلوا العرض كما هو أو تركوه قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم طرح خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة كفرصة أخيرة لإسرائيل وحركة حماس وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تتحدث مع مصر وقطر حول ملامح اتفاق نهائي تخطط لتقديمه خلال الأسابيع المقبلة وأضاف المصدر أنه إذا لم يقبل الجانبان ذلك فقد يمثل ذلك نهاية المفاوضات ختاما قالت مجلة فورين بوليس الأمريكية إن نيتنياهو هو العقبة أمام صفقة التبادل ولكن بايدن لديه البديل دعا كاتب المقال الرئيس الأمريكي إلى تجاوز نيتنياهو وعقد صفقة مصغرة مع حماس لإنقاذ المحتجزين الأمريكيين مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تقديم مكاسب استراتيجية لحماس فضلا عن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وهذا المقترح من شأنه أن يرغم نيتنياهو على قبول صفقة شاملة